الأصدقاء الأعزاء الزملاء الإخوة والأخوات أحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير في كل مكان في كل زمان وتمنلكم حياة هانئة سعيدة حيثما كنتم أينما كنتم اليوم هنتكلم عن شخصية مهمة جدا جدا لا سفقت في العالم العربي والإسلامي بل في العالم أجمع زي ما أنتم شايفين أمامنا في الزوم أو أمامنا في العرض اللي هو الحج محمود العربي لتوفاه الله سبحانه وتعالى يوم 9 سبتمبر هذا العام أنا بشكر الأستاذة آآيا أبو زينب التي سعادتني في وضع الشرائح وكذلك الأستاذ مصطفى معاد الذي ساعدني في جامعة المادة العلمية طبعا احنا بنشوف في الأيام دي ناس كتير جدا 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 من أجيال أبدعت وأنتجت وأنجزت بفرق الحياة نجم بعد نجم وشمس بعد شمس وكوكب بعد كوكب آخرهم كان الحج محمود العربي اللي من أبناء مصر والذي ولد في عام 1932 وتوفاه الله سبحانه وتعالى في 9 سبتمبر عام 2021 لكني سأذكر بعض الكواكب الأخرى والنجوم من دول عربية أخرى زي أستاذنا وشيخنا صالح الرشحي الذي ولد في عام 1921 في الرياض وتوفى في عام فبراير عام 2011 وطبعا ده من مجموعة الرقحي كذلك وكذلك من الكويت أستاذنا وشيخنا عبدالله المطوع الذي ولد في عام 1926 وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 2006 وكذلك الشيخ عبدالطيف الجميل من جدة من لك العربية السعودية اللي هم أصحاب شركة الجميل التيوتا العربيات والذي ولده في 1909 وتوفاه الله سبحانه وتعالى في عام 1993 الحج هائل سعيد أنعم من أبناء تعز في اليمن وولده في عام 1902 وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 1990 الحج عبدالله عبدالغني ناصر وده أيضا من أبناء قطر وهو أصحاب شركة تيوتا أيضا في قطر ولده ومعنديش تاريخ ميلاده لكن توفى رحمة الله عليه ما زال منهم من الأحياء شخصيتين مرموقتين أولهم الشيخ جمع الماجد من أبناء الإمارات في دبي وولده في عام 1930 ومازال حيا بين أزهرانينا الشيخ سليمان عبدالعز الرشحي أيضا وولده في 30 نوفمبر عام 1928 ومازال حيا بين أزهرانينا التمن كواكب دول يعني ستة منهم فارق الحياة وانتقدوا الرفيق الأعلى واثنين منهم ما زالوا أحياء طبعا دي إشارة لنا علشان نستطيع قبل أن ترحل هذه النجوم أو تأفل هذه النجوم أو تأفل هي لن تأفل أبدا ولن تغيب أنوارها شموسية لأنها عملت أشياء غير عادية ليس المجتمع المحلي بل المجتمع العربي والإسلامي بل المجتمع الدولي والإنساني عامة فزيك أنا كلمت أحد الشباب اللي هم المتطوعين من أبناء الداخل السوري اسمه مصطفى معاد هو بيدرس سيدالة في مدينة إدلب وعلشان يجمع لي المادة العلمية اللي هي علشان نتكاد تحدث بها عن هؤلاء الأفذاز وطبعا مصطفى معاد ناشد مجتمعي متطوع في منظمات المجتمع المدني في الداخل السوري ومؤتم بالشأن السوري التربوي والتعليمي وقضايا الشباب طبعا بالنسبة للعرض الشرائحي أنا هحط اللينك بعد كده ليكم عشان تبقوا تستفيدوا منه مصطفى بعادت لي كل هذه المعلومات من البحث اللي هو عمله نشأة المسؤولية المجتمعية قال مصطفى في البحث بتاعه من عام 1900 من عام 1800 عام 1920 كانت كانت مرحلة تعظيم الأرباح أو مرحلة إدارة تعظيم الأرباح فقط وكانت شعرها ما هو جيد لي للشركة جيد للبلد المرحلة التانية كانت مرحلة إدارة الوصاية ودي من أواخر العشرينيات في القانون الماضي للستينيات أوالستينيات وكانت شعرها ما هو جيد للشركة جيد للبلد يعني كان الأساس للشركة ومصلحة الشركة في الأول المرحلة التالتة بدأت من نهاية الستينيات إلى عصان حاضر وتقول المسؤولية الأساسية الأعمال على أن الربح ضروري ولكن أفراد أهم من النقود وهذا يحقق المصلحة الخاصة للشركة ومصالح المساهمين والمجتمع كل وشعار هذه المرحلة اللي احنا بنعيش فيها ما هو جيد للمجتمع جيد للبلد فيه ثلاث مراحل المسؤولية المجتمعية ممر بيها من تعزيم الربح لإقدارة الوصاية للي هو ما هو جيد للمجتمع جيد للبلد في عام 1991 كما جاء في البحث اللي عمل مصطفى معاد محيسة يسمعها كارول عملت دراسة حول أنواع المسؤوليات المجتمعية اللي بتتحملها الشركات تجاه المجتمع وعملتهم أربع حضرت فيهم أربع أنواع النوع الأول مسؤولية اقتصادية الثاني مسؤولية قانونية الثالث مسؤولية أخلاقية الرابع مسؤولية خيرية أربع أنواع اقتصادية قانونية أخلاقية وخيرية الاقتصادية عشان تولد الربح القانونية عشان تتبع القوانين الأخلاقية تنفيذ إجراءات صحيحة أخلاقيا ده العادة البيئة مثلا الخيرية اللي هو الحاجة إلى المساهمة في المجتمع عمل خيري في المجتمع دول أربع أنواع أهداف المجالات المسؤولية المجتمعية هي إيه تغطي المسؤولية الاجتماعية المجتمعية أطراف مختلفة في الشركة مين هم بقى؟ تسع أطراف أول حاجة المالك صاحب المال مصلحته نمرة اتنين العاملين مصالح العاملين في التوظيف والحقوق إلى آخره الزبائن اللي هم اللي بيشتروا الحاجة منك بحيث أن إيه تكون إنت أسعار مناسبة إعلان صادق منتجات أمنة موعية جيدة إلى آخره المنافسين معك في السوق عدم صاحب العاملين من الآخرين يعني منروح كده نسحب العمال اللي بيشتغلوا في شركة تانية بدون ما نختارهم بطريقة غير نزيها المجهزين اللي هم بيبيعوا جملة لأسعار عادلة واستمرية في التجهيز المجتمع نفسه نخلق فرص عمل للمجتمع ونحترم لعاداته والتقاليد ونوظف المعواقين ودعم الأنشارة الاجتماعية ودعم البنية التحتية والصدق في التعامل والمساهم في حالة الكوارات البيئة طبعا التشجير تخدير الأراضي اللي عندنا المنتجات غير ضارة لحد من التلوث المياه والهواء والتربة إلى آخر لما تمانيها الحكومة نلتزم القانون بتاعت الحكومة وندفع الضرب اللي علينا لما تسعى جماعات الضغط نتعامل تعامل صادق معهم ما نجذبش على الإعلام ما نجذبش على جماعات الضغط دي كلها ده بالنسبة اللي هو أهداف المسؤولية المجتمعية كما جاء في الكلام اللي هو البحث اللي عمله الأستاذ مصطفى معادل طب بالنسبة في حاجة جديدة عملت سنة 2000 وتحت رعالة الأمم التحد اسمه الميثاق العالمي المسؤولية المجتمعية سنة 1999 كوفي عنان المحضرة المحضرة في منتدى الإخصار العالمي طبعا ده كان مركزه دافوس وتحدث فيه على الفكرة بتاعته أو رؤيته في عمل الميثاق العالمي المسؤولية المجتمعية لتحول إلى ورقة وميثاق في 26 يوليو على سنة 2000 وهو عبارة عن مبادرة مواطنة توعية متعلقة بالشركات يعرض تسهيلا وتعهدا من خلال عدة أليات سياسة الحوار معرفة شبكات المحلية مشاريع الشراكة إلى آخره ومن أهم هذه المبادئ في داخل الميثاق العالمي المسؤولية الاجتماعية أول حاجة حقوق الإنسان اللي هي على المنظمات الأعمال أن تدعم وتحترم حقوق الإنسان ولا تكون منهمك في انتهاك حقوق الإنسان يعني بعض الشركات بتكون منهمك في هذا الأمر اتنين العمل العمال والعمل الغاء الفعلي لعمالة الأطفال إزالة التمييز فيما ما تعلق بالتوزيف الموظفين إزالة أشكال العنف والعمل الإجباري المبدأ التالت البيئة تشجيع تطوير وانتشار تقنيات المنائمة للبيئة تولي المبادلات من أجل ترويج أكبر مساحة للبيئة على المنظمات أن تدعم الطريقة الوقائية للتحدي لتحديات البيئة لهم بتتكلم عن تغيير المناخ الأخيرة محربة الفساد سواء كان ضد كل أنواع اللي هو الرشوة والابتزاز إلى آخر ده بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية وأنا أجزم لكم جميعا أن التمن أشخاص اللي أنا ذكرت أسماءهم من عاش منهم أو متى طبقوا هذه المعايير وهذه المبادئ عشرات السنين قبل أن يأتي السيد كوفي عنان يعني بمثاق الأمم المتحدة أو تأتي كارول بأنواع وخلاقيات المنصولية المجتمعية فهتلاقي في تطبيقات أولاد الرقحي عبدالله عبدالغني عبدالله المطوع عبدالوطيف الجميل هائل سعيد أنعم ومحمود العربي وكلهم بفضل الله سبحانه وتعالى أنهم طبقوا هذه المعايير تطبيقا حرفيا من خلال إيمانهم بالمبادئ لأنه إيمانهم بالمبادئ يأتي جزء من إمامهم بالعقيدة الإسلامية فنحن نطبق وهم يؤثروا وده خطر جدا علينا أن نطبق وعلى الشباب والمراكز البحثية وعلى الجامعات أن تؤثر تؤثر اللي نحن عندنا نجوم هؤلاء النجوم برزو يعني أغلب هؤلاء الكواكب أذكرت أسماءهم ولدوا في المبدأ في الربع الأول من القرن العشرين ولدوا في الربع لكن مع ذلك طبقوا كل هذه المعايير قبل أن تأتي كارول في 1990 وتقول أنا بقول لكم المسائل هي أربع أنواع وليها أربع أو تسع يعني مجالات طيب ليه بقى في قصوره عند رجال الأعمال في تطبيق المسؤولية الاجتماعية أول حاجة عدم وجود ثقافة المسؤولية المجتمعية اللي ده بعض رجال مش عارفينها خلاص وهم مش مؤمنين بيها دي نمرة واحدة نمرة اتنين بعد جهود رجال الأعمال غير نظمة يعني حبة فوق وحبة تحت وكده وحاجات مش مش مضبوطة مش منضبطة نمرة ثلاثة غياب ثقافة العطاء وتنمية المجتمع فرق بين العطاء وتنمية المجتمع نمرة أربعة معظم جهود رجال الأعمال تنحصر في أعمال خيرية مرتبطة بإتعام الفقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم لون تطرق إلى مشروعات تنموية تغير المستوى المعيشي بشكل جيد ده بالنسبة المدخل العام لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات اللي طبقها العربي وإخوانه كلهم وطبقها آخرين من إحنا ما ذكرناش أسماءهم كذلك من هو العربي بقى محمود العربي رحمة الله عليه اللي هو نجم حلقتنا اليوم هو تولد في قرية أبو رخبة في عام 1932 في بلد في محافظة المنفية وكان من أسرة يعني بسيطة زي كلنا من أسرة بسيطة الفضل الله سبحانه وتعالى وكان والده مزارع رحمة الله عليه وأعتقد توفى الوالد وهو مادون العاشرة ومحمود العربي يعني والدته رحسكر عليها كلام وزوجته رحسكر عليها كلام كذلك يعني تزوج زوجته رحمة الله عليها السيدة هانم عيد محمد في سنة الف سمية وخمسين وكان عنده 18 سنة وكان المهر بتاعه في تسعة ومية الف سمية وخمسين أربعين جنيه وكان عافش بيته زي ما هو قال بنفسه يعتبر مرتبة وحصيرة ومخدتين هكذا قال في أحد اللقاءات التلفزيونية المصرية وخلفت السيدة هانم رحمة الله عليها عيد محمد خلفت يعني أنجبت تسعة أولاد ستة من الذكور وتلاتة من الإناث وتوفت رحمة الله عليها يوم تسعة تسعة عام 2021 هو توفت سويا توفت يوم ستة تسعة عام 2006 ستة تسعة 2006 أما الحج محمود العربي فتوفت تسعة تسعة 2021 وهي توفت يوم الأربع وهو توفت يوم الخمسين يعني مفرقة منهم الاثنين توفوا في نفس الأسبوع من نفس الشهر لكن بينهم خمسة الشهر سنة والدته اسمها برضك هانم محمد زيد وتوفت في عام 2007 أنا ليه بذكر الأم رحمة الله عليها سيدة هانم والزوجة السيدة هانم أيضا لأن كيلات طبعا أبو والده رحمة الله عليه توفى وهو صغير يعني مثلا عنده تسعة سنين أو عشر سنين في عام 1941 أو 1942 لأن الأم هي التي حملت الحمل وأنجبت وأنشأت الطفل هذه المسئولية الكبيرة لإنشاء أسرة أما الزوجة رحمة الله عليها فالتي وقفت بجانب الحج محمود العربي تصارع الخطوب في الحياة لكي يخرج مما كان فيه إلى ما أصبح عليه وهنا بندي رسالة واضحة جدا من الشباب رسالة في الأسرة والتكوين الأسرة رسالة في دور المرأة في الأسرة سألها في دور الزوجة في الأسرة سألها في دور الأم في الأسرة سألها في دور البنات في الأسرة إلى آخر فكل هذه الأشياء نحن نتكلم عنها اللي ذكرت الاتنين دول والاتنين بفضل الله سبحانه وتعالى عاشوا وشافوا نتاج المجهود بتاعهم أما الوالد رحمة الله عليه فلم يرى هذا المجهود لأنه مات ومحمود العربي صغير ده بالنسبة للنشأة طبعا أنا حقا هتعمش كتير جدا في ومضات في حياة الحق محمود العربي أنا حتوقف فيها أول ومضة في حياة الحق محمود العربي هو الكتاب اللي الدول دلوقتي في كل مكان في العالم تحارب الكتاب تحارب المدرسة وتحارب الخلوة وتحارب كل هذه الأشياء تحاربها حرب دروس تلغيها واللي هو دخله سنة 1935 عشان يحفظ في القرآن وتعلم فيه الحلال والحرام وتعلم فيه أصول الدين واستمر فيه إلى عام 1942 لنبقى عنده عشر سنين ونزل إلى القيرة طبعا ليه هو دخل الكتاب لأن الوالد رحمة الله عليه ما كانش عنده القدرة المادية على أنه يدفع له مصاريف الدراسة في الوقت ده دين المرواح فرحلته مع الكتاب علمته الأخلاقيات المجتمعية ومبادئ الدين الإسلامي الراسخة التي استمرت عنه معه إلى أمات دي نمرة واحد دي أول ومضة تاني ومضة بداية رحلته مع التجارة بدأ وهو عنده خمس سنوات في عام 1937 وكان ليه أخ بيشتغل في مصر في الموسكي فكان بيقوله عايزك تشتري لي حبة يعني بومبو يعني الألعاب النارية من القاهرة عشان أبيعها يوم العيد يوم عيد الفتر وعيد الأضحى كان رأسي ماله في الوقت ده عام 1937 هو عنده خمس سنين خمسين تلاتين قرش تلاتين قرش القرش في نفس الوقت ده كان شيء كبير يعني أنا وأنا في الخمسينيات وأنا بروح من مدرسة في سبعة وخمسين وثمانية وخمسين كان مصيره في اليوم قرش سنين قرش سنين ونما الأعمالية يتباح بحقا وكنا بناخد اتنين قرشين سنين فكان أخوك يجيب له قبل العيد بالتلاتين قرش دول حبة اللي هو البومب بقى والحبش 10 قرش أو 10 ساق فالتلاتين قرش يجيبه خمسة واربين قرش فيرجيهم لأخوه تاني مرة تانية ويقول له لو سمحت هدت على العيد الكبير استمر ليعمل العملية دي كلها لأن الحس التجاري كان عنده كان موهوب في داخل أو موجود في داخل أحشاء إلى أن يعني طلبوا أخوه أن ننزل يشتغل معاه في مصر علشان يتكسب بطاية أخرى وكان أول راتب لي في مصر لما ننزل كان أربع قروش في اليوم يعني كان بيشتغل في يعني معمل للعطور لكنه مرتحش المعمل للعطور ليه لأنه كان عايز يختلب بالناس يعيش مع الناس يعيش الناس يكلم بالناس فقال له أخوه بعض شهر أنا مش هشتغل في المصنع ده أو في المعمل ده عايز أشتغل في حد تاني عايز أشتغل عشان ايه أكون مع الناس فانتقل في مصر سنة 42 خدوات اللي بيبيع الأدوات المكتبية والشوكولاتة وال وال اللبان والمشروبات اللي هي الغازية إلى آخري إلى آخري واشتغل فيه في محل التجزئة ده في المدة ايه آآ سبع سنوات وكان أخلاق عالية جدا يعني بيحب الناس يتكلم معاهم متواضع معاهم وكان صاحب المحل حتى قاعدة ذهبية في في العمل بتاعه اللي هو ايه يعني بيع رخيص بيع كتير تكسب كتير فده كان منهج المحل اللي كان بيشتغل فيه محمود العربي من 42 لساعة واربعين آآ لكن صاحب المحل اللي ما كانش تعامله مع الناس جيد فحس إن الناس اللي بيجوا يشتروا من محمود العربي وهو شاب صغير آآ بيحبوا يشتري منه ويشتري من صاحب المحل فبدأ يصير محل من محمود العربي يتوره ينميه إلى آخر وهو يروح يوضع القهوة يشرب شيشة ويشرب قهوة ويشرب الحاجات دي كلها في سنة 49 آآ حبي ياخد تجربة تانية فانتقل عشان إيه يروح لمحل آآ جملة بيبيع بالجملة فلما راح لصاحب المحل اللي بيبيع بالجملة ده قال له صاحب المحل ألا مش أنت شغال في محل تاني قال له آآ طب جالي ليه قال له عايز تعلم أننا تعلمت زي 7 سنين في التجزئة بيبيع التجزئة أنا عايز تعلم في بيبيع الجملة قال له بتاخد كم في الشهر كان مرتبه في الوقت ده سنة 49 320 قرش في الشهر يعني 3 جنيه و20 قرش في الشهر قال له خلاص حدهم لك وتعالش قال لا أنا عايز 4 جنيه يعني 400 قرش في الشهر قال له خلاص توكل على الله واشتغل في المحل ده 15 سنة بسنة 1949 بسنة 1964 حصلت له مفارقة عجيبة جدا في التجنيد هو مولود زي ما لقلت لكم سنة 1932 وللفارقة العجيبة أن كل موليد 1932 كانوا معفونة من التجنيد فهو لما جاء الجواب على المحل في مصر قال أنا إيه اللي حاوديني أبو رائبة بقى وبروكبة وبتاع ده أنا قاعد هنا الجمالية جنبي وأنا راجل بقيتش في مصر وهو مش فلاح تهجر يعني وبتاع ده أنا أروح لمين لإسم الجمالية أقدم على إسم عشان أروح التجنيد فطبعا مأمور الإسم إيه حق ستجله إنه هو متهرد من التجنيد فأخدوه من 54 إلى 57 وكل زملائه اللي هم كانوا جايين من أبو رائبة المنفية القاهرة أعفوا من التجنيد ولم يدخل من موليد 1932 إلى التجنيد إلا شخص واحد فقط في مصر هو محمود العربي هو طبعا حمد ربنا على كده اللي هتعلم فيه الصبر والجلد والصدر في العيش والاعتماد عن نفس كل هذه الأشياء ودي كان جزء كبير جدا من تكوين شخصيته وهو عنده عشرين سنة فعام 1964 قال بقى إحنا عادينا ننتقل لخطوة تانية تخبوح عادينا بقى كان الزميل قال له إحنا عايزين ناخد محل كده ونشتغل فيه بقى المحل ده بتاعنا خلاص خدنا الخبرة اللي كان لحوالي 142 يعني عايشين سنة شغال إيه في المحلات دي كلها فقاله إحنا عايزنا 4000 جنيه فراحوا دوروا على حد يديهم 4000 جنيه فكان فيه أخين عندهم 4000 جنيه دول عنده خلاص نقص مع بعض الشركاء إحنا الاتنين بالعمل وإنتوا الاتنين بالمال وفعلا بدأ الشغل جيد جدا فخب منهم من 4000 جنيه دفع خلوه رجل 2000 جنيه وبعدين بقى يابايا دي المحل وزباطه كده ب500 جنيه وكان في 1500 جنيه فضلين فحطهم في الخزنة وقفل وده فكر التاجر اللي بيبص يكون عنده احتيارات استراتيجي عمل إيه بقى فصاحبه بيقوله طب مش هنصل في فلوس دي قاله لا دي تفضل في الخزنة دي عشان تبدن خميرة ليه نحنا عشان لو حصل حاجة ولا عزب الله يكون ما عندنا إيه فلوس فقاله طب حجيبهم بلعب منين قاله حجيبها من ناس بالإيه بالأجل بالبيع بالأجل فراح للرجل اللي كان بيشتغل عنده اللي هو تاجر الجملة ده وقاله خد من عندي زي ما انت عايز وفينش يمشي على التجار يتوفر كل مكان في الموسكي إلى آخرة علشان ياخد منه التجار وبدأ المحل يشتغل تأساحبه ده رحمة الله عليه عيه بعد شهرين أو ثلاثة شهر وقاعد في البيت لكن هو من الوفاء وده جزء من ده جزء من المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية ليه فدل متكفل به وهو في البيت هو وقصرته وعياله وحصل خلاف سنة بعد كده هو بسنتين مع الشركاء التانيين كانوا عليهم يخرجوه قالوا لهم لأ ففضلوا الشركة وكان في السنتين دول اللي من 64 إلى 66 الشركة كسبت 14 ألف جنيه 7000 ليه هو وصحبه 7000 للتانيين فخرحوا أجروا محل تاني وبدأوا يشتغلوا من جديد اللي خدوا منه المحل القديم معرفوش يشغلوه فرجعوا تاني فاضطرنوا هو يشتري منه المحل ده بالأجل على مدة سنة أو على مدة سنة وأصبح عنده محلين واحد في الموسكي واحد في الحسين طيب في فهي نحن نفكرين إن في مصر فيه قوانين اشتراكية لعمالها عبد الناصر في منتصف الستينيات وإن إيه تاني يا ربي وإن ما كانش فيه تصدير واستراد ولا أذن واعتماد ولا توكلات ولا أي حاجة ده كده بدأت تجارة الخرضوات والأدوات المدرسية تبقى ضعيفة جدا وبدأت تهريب اللي بييجي بالأجهزة الكهربائية من ليبيا ومن غزة ومن أمام المختلفة ييجي لمصر إلى آخر علشان يبيعوها فبدأت يشتري بعض الحاجات زي التلفزينات والمسجلات والرديوهات الصغيرة وكاننا منسميها تنزيستور إلى آخر ويتجل فيها فكان يكسب في التلفزيون جنيه ومش عارف في الرديو الصغير خمس ساغ ومش عارف في المروحة عشرة ساغ ولأنه كان كان معتمد قاعدة اللي هو واحد في المية واثنين في المية وماكسما ثلاثة في المية لشان ما يخصرش الزبون فكان بيبيع كتير جدا وبعدين بدأ بعد كده هو كان فيه بدأ يفكر إن هو يحول المحلين دول إلى شركة شركة تجارية وكان فيه شاب بيدرس ياباني بيدرس اللغة الإنجليزية في مصر في الجامعة الأمريكية كان بيجي يتفرج على الأداء بتاعه إلى آخر ويشوف بيعمل إيه فعجبوا جدا الطريقة اللي بيبيع بيها الحج محمود كان في يوم من الأيام جالوا الشاب ده وقال له فيه واحد رجل هنا جالوا عشر تلاف مروحة فرح اشتريهم منه وبعهم وقال له فيه رجل تاني جالوا متنونه خمسين تلفزيون أبيض وقالوا وبعهم فالولد انبهر به جدا وبعت للشركة بتاعة تشيبة إن فيه فلان فلان كذا كذا تعالوا شفوه فلما جم مصر ودخلوا على المحل بتاعه لقوا لا فيه فاكس ولا فيه سكرتاريا ولا فيه تليفون مش عارب اشتغل معه ازاي قال له هم هو ده اللي حيشغلكم هو ده يبقى من كذا كذا فقالهم جربوا فقدروا بضعوا على المدة السنة عشان يجربوا لهم بجد جدا وعشان ما كان يفتح جواب اعتماد كانتشوف مصر في فترة دي في آخر نهاية عبدالناصر أو نهاية السادات كان بيترن يسافر لبيروت عشان يفتح جواب الاعتماد عشان تجري الفلوسان يدفع فلوسه في بيروت عشان توصل لليابان وبعد كده رحف مع الشاب ده لليابان سنة 1154 أو 1550 وهناك شاف المصانع وإيه وندب حظه وحظ البلد قال لي احنا مش عايشين يعني انا مش عايش انا ما استهلش ان انا عايش انا لازم اعمل المصانع دي في مصر بدأ يتكلم معه مع المصانع فقال لي سنة حبة حبة نجربك سنة وبعد السنة دي تبتل نعمل المصانع فبدأ هو راجع يشتري بعض الاراضي في المنوفية وكذلك في الاليوبية عشان يفتح اول مصنع لهنك فلما رجع واتفق وبعد يفتح المصانع دي كلها يبقى عمل قال لهم قالوا لقى تاخدها تجميع يعني بدأ ما يديك حاجة تصنع عنت يبقى عملية تجميع قال لهم لقى تجميع 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 تبقى أغلى من سعر الغالية على المستهلك عاينا عايزة ايه اصنع قالوا بس انت ما عندكش قدرة على التصنيق حصل اللي هو الاتفاعل على انه اول سنة يصنع 40% محلي ثاني سنة او بعد كده 65% محلي 75% محلي لغاية موصلة 65% محلي ده نقلة اللي خرج من الطفل اللي كان بيتاجر في 30 قرش في يوم العيد الى الرجل الذي بدأ ياخد توكيل شركة تشيبة ويبقى عنده الأممال دول وكان كلما يشوف عنده عامل واحد يا ربا يكون عندي عشرة لما يبقوا عشرة يقول ربنا يكون عندي مية ومية يكون ربا عندي ألف وده يفكرني سيدنا عمر عبدالعزيز كلما تاقت نفسه الى شيق ووصل إليه تاقت إلى ما هو أكبر منه طبعا وبعد كده انتخل إلى سماء الاقتصاد لكن كان في كل مسير تودي بيتطبق المسؤولية الاجتماعية من الألف لليا الواقع العام اللي بقى الفلسفة الحج فكر حج محمود العربي هو أول حاجة فيه فلسفة فكرية عنده مستقيها من اين كان ملتزم بحديث الرسول صلى الله اللي بيقول أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحدهم الآخر رواه أبو داود فإن خان أحدهم الآخر خرجت منهم من بنيهم يعني إيه ربنا بيقولك لو كان فيه شركين مع بعض أنا الثالث طالما حلوين وكويسين مع بعض لكن لو فيه واحد خاني الثاني أنا بر اللي حيخش طان مطرحي وكان ملتزم بالدعاء اللي بيقول لما يجعل الدنيا في أيدينا وتجعلها في قريبنا يعني معنا لو كانت الدنيا في قلبنا فتتملكنا فتدير أمورنا أما لو كانت في إيدنا فأنا تملكنا نحن وندير شؤونها ده بالنسبة للفلسفة الفكرية الواقع العام اللي بقى للفلسفة الفكرية بتاعته دي بتتنخص في حوالي 13 نقطة حقولها لكم عشان يعني إجلالا ذكرى الحج محمود العربي أو سرقاء والسبعة الآخرين أول حاجة اللي هو الكسب القليل بيع قليل اللي هو لتعلمه في المحل بتاع التجزئة في الأول خالص دمرة اتنين حب العمل مع الناس لأن الكتاب علمه يحبه الناس علمه إن الدين بيقولك حبه كل واحد عشان كده الساب المكان اللي بيعمل فيه العطور ده وقالك لأ أنا عايز تشغل مع الناس دمرة تلاتة بيقولك التاجر اللي ما يخسرش ما يكسبش نجيش بقى تقولي كده واحد بيكسب طول لأن التجارة ما يكسب وخسارة ده المقال اللي هو الواقع العمل التالت الرابع عنده طموح متدرد يعني سبع سنين في تجارة التجزئة خمستاش سنة في تجارة الجمل وبعلي كده عمل المحل بتاع وبعلي كده بعلي كده بعلي من حل عمل المصنع والتوكلات إلى آخر العرض والطلب سيدة الموقف يعني إيه إنت تحكم على السوق إزاي في عرض ما فيش طلب ولا فيه طلب وما فيش عرض دور سيدة الموقف نمر ستة اللي هو بيع بالخسارة ويتعجز الأموال معنى إيه كان في سنة من السنين اشترى تلاتين ألف مكانة فيديو جيبها مصر المهربين بتاع الوقت دفعه في آخر أيام أو أول أو يا عبدالناصر أستاذات كانوا عملها سعرها بألفين وربعمائة وخمسين اشترها وبعها بألفين وخمسمائة وحاجة المهربين عملوها بألفين ومتين موقفش نزل من ألفين وخمسمائة إلى ألفين ومتين نزلوا على ألفين نزل كذا فدي نزل لغاية عشان يخرس من البضاعة ففي الصفقة دي اللي كان بسبعة ونصف مليون جنيه خسر فيها خمسة مليون تاجر ناصر يبقى على الأقل في الآخر حصل على خمسة وعشرين أو ثلاثين في المئة من رأس ماله يقول لك بيع بالخسارة ولا تحكز الأموال ده بالنسبة للشباب اللي هم عاي بيحطوا التجارة عندهم والمواد عندهم لغاية متعفن معنى جديد للشركاء قال لك كل موظف عندي هو شريك ليا زاك هو لما جي فتح المحل الجديد جاب أخواته معاه شركاء برغم الرأس مال كان بتاعه وفضل جاعل الشريك المريض اللي مات شريك أيضا فحتى ولاده الأسر كان بيصرف عليهم كشركاء فأصبح الموظف شريك العام الشريك إخواته شركاء أولاده شركاء فضل يصرف عليهم لغاية ما تخرجوا من الجامعات واللي راح كندا راح واللي راح أمريكا راح واللي اشتغل في مصر نشتغل وبقى دكتور ودكتور واللي بقى مدير إلى آخر وهكذا في قاعدة حطاها هو كذلك راح مطلع عليه طالما لا يوجد احتكار اسمعوا الكلمة دي طالما لا يوجد احتكار فيش دولة بتقولك أنا الوحيدة اللي هستورد وحصدر وحصنع وحزرع لا طالما ما فيش احتكار وهناك العديد من المحلات اللي بتبيعوا كل شيء محتاجوا الشارع ها فلا نستطيع تحديد الاسعار لان السلوح يكون ماشية بتنزل الاسعار لما تكون السلع المتوفرة موجودة كلما زادت السلع المتوفرة المنتجة محليا كلما زادت الجودة في المبعد دايما كان يقول احنا مش رجال اعمال ليه ليه ايه رجال اعمال دي لا احنا تجار لان فيه اربع قواعد في معنى كلمة تاجر الته يعني تقوى الالف يعني امانة الجيم يعني جرأة الره يعني رقفة التاجر يكون تقي وامين وجريء ورقوف بالناس كان ليه قاعدة اخرى في منهجية فلسفة فكرو اللي هو كلما زادت عدد الموظفين عندي كلما زادت الربح لانه بيوظفهم علشان يخلق لهم فرص عمل كان نفسه ان كل سنة يوظف الف موظف لما قابل حسن مبارك في سنة الفين في معارض معارض حسن مبارك قال له انت عندك كم موظف قال له الف يا حج محمود قال لا الفين قال له بس سنة يا رئيس عايز اوظف كل سنة الف شاب اما مات رح مطلع عليه في هذا الشهر ووظف كان عام تقريبا قرابة اربعين الف موظف يقراب شركاء في المصنع المبدأ او اللي هو الواقع العامل التائل 11 البيع اهم من المكسب تبيع بربح الليل واحد في المية تبيع بنفس الربح بنفس السعر او تبيع بيخسر الليلة بس بيع عشان تحرك فلوزك في السوق نمرة 12 التجارة صلعت لعبد بربه بيعنا قلنا الحمد لله خسرنا قلنا ربنا سهل او مبعناش قلنا ربنا سهل 13 كانت رسال للتجار كلهم بيقولهم ايه نجاحكم حماية لي ونجاح حماية ليكم ولما ننجح كلنا هيبقى مستوانة زي بعض والفارق بيننا هيكون ايه بسيط والفارق بيننا بين الفقراء هيكون ابسك وده وده كان هدف فهم فكر محمود العربي في المسؤولية الاجتماعية اللي هي انا اجزم بإذن الناس ونجاح ونجاح ان السبعة لنا ذكرتهم والاخرين عندهم نفس الفكر اللي بيكلم عنه محمود العربي اعمله حوافز وبعد عام ونص اعمله اعطيه اللي يكفي يعني حتى وقال لو عايز بيفطر في الصبحية فول وبتغدى فول وبتعش فول فنح اددله ثمن الفول كل يوم وبعدين اددله حوافز وبعدين بعد عام ونص اددله ايه اددله ارباح يكون شريك معاه في الارباح ده اول قاعدة وقانون الخاص الموظف لازمي للشغل وهو سعيد ويروح بيته وهو سعيد مبسوط يعني لابد نتق الله في الموظف وهو او هي بتعمل معايا ما بتعملش عندي ما هيش خدمين ما مصش دمهم ما كسرش دهرهم ما زلهمش مرهقهمش واشاركهم في الارباح مشان اكسب هم ما ما يكسبوش التلت قواعد دول في القانون الخاص مع حج محمود العربي سبقوا وكما سبق الاخرين كل مبادئ المسؤولية الاجتماعية اللي حطتها بعض المؤسسات الاخرى رحم الله الحج محمود العربي واسكن نفسي كانت طبعا عندي كلام اخر هو كاتبين وهو عنه اول حاجة المسؤولية الاجتماعية نمر واحد مسؤولية تجاه المرؤوسين وموظفين عمال اللي عايز يقرأها هبعد هالكونا بعد كده باللينك نمر اثنين مسؤولية تجاه البيئة كان عنده مسؤولية تجاه المرؤوسين وموظفين عمال تجاه البيئة تجاه الدولة تجاه الدولة معناها في قوانين بعدين في درايب تدفع تجاه المجتمع اللي هو جزء منه تزويد الشباب والفتيات والتواصم اجل اخيرا اقتلهم انا بس بتكلم في كل هذه الاشياء اللي بتؤثر لفهم معنى المسؤولي الاجتماعي انا مش هتكلم عن كم مسجد عمل الحج محمود رح مطلع عليه كم مدرسة عملها رح مطلع عليه كم طفل هو كفض رح مطلع لا حاجات دي كل ناس بتعملها لكن الفكر اللي حطه الحج محمود عارض نتكلم فيه عشان الشباب يمشوا ينفزوا هذا الفكر فيعملوا كما فعل او فعلوا ما فعل الحج محمود العربي وطبعا دي الورقة دي او دي المصادر اللي احنا خدنا لو سعد معاد مصطفى معاد مصطفى معاد خد منهم المعلومات بقى ارجع تاني اقولها في النقطة دي كلها الحج محمود عنده خمس توجهات في المسؤولة الاجتماعية للموظفين والمرؤوسين والعمال البيئة الدولة مجتمع الشركات الاصغر لكن في طبيع عامل زي ما انا ذكرت قبل كده في كل النقاط دي اللي هم الاربعتاشر نقطة نكلمتهم رحمة الله يعني والحج خرج من اين لا خرج من هارفرد ولا من اكسفورد ولا من كيمبريج ولا من اتانيا رب ولا من لندن ولا 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 خرج من مدرس الحياة اللي كان قاعدتها الايمان نحن اطلع على الحج محمود وزملائهم رسالتي للشباب بقى عشان ايه انا طولت عليكم كذلك بنقول فيها ايه لقد كان فكر فلسفة الحج محمود العربي ورفاق ضربه السبعة اللي نزكرتهم في الاول من الدول الاخرى في طبيق المسؤولة المجتمعية للشركات قائما على هذه المعايير وبعشرات السنين قبل ان تضعها كارول وزملائها في عام 1991 ولدوا في الربع الاول من قرن العشرين او يتحدث عنها عن بعضها السيد كوفي عنان الامين العام السابق والأسف يقول ان احنا بننفذ ما نؤمن به وهم يؤثروا لما نفذنا فلابد ان ننفذ وشبابنا يؤثروا ايه بقى هي فلسفة فكر هذه الكوكب من رجال الاقتصاد والخير قائمة على قواعد مهمة جدا اول حاجة الايمان العقيد لقد استمد مبدأ المسئولية المجتمعية من فلسفات العقيدة الاسلامية المستمدة من اكثر من مصدر الشريعة الاسلامية قوانينها الرأي العلماء وفي تحديد وقطر مصدرها التجارب العملية للخلفاء الرشدين والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين التجارب العملية المعصرة الايمان الشخصي له بمبادئ الثواب والعقاب والخير والشر والجنة والنار واليقين والإحسان والحلال والحرام والقاومة أركان الدين وشعيره الإيمان بالغيبيات ربط الرزق وزيادة بزيادة الانتاج ربط الرزق بزيادة الانتاج وزيادة الانتاج بالصدقات يعني بيربطوا الرزق وزيادة الانتاج بالصدقات كلما تصدقت أكتر كلما ايه ازداد الانتاج بتاعك الإيمان بأنه هو محمود العربي وولادي الجميل عبدالله الجميل وعبدالله المطوع وكل الناس لماذا بأنه هو والحاجة عبدالله عبدالغني نحن نطلع عليه والرقحي والسيد أنعم ومن تاني يا ربي كلهم كلهم بلا استثناء أنه هو صاحب المال والمال والأصول ليسوا ملكا له لكنهم ملكا لله سبحانه وتعالى وهم فقط مستخلفين عليه ده الفكر العقيد الإيماني هؤلاء التجار أو هؤلاء اللي هم بيسموه فلانتربس عندنا احنا ده نمرة واحدة العقيدة الإيمان العقيدي نمرة اتنين سلوك الشخصي معناها ايه كل التمانية اللي أنا ذكرت أسمعهم دول متواضعين أبوابهم مش مقفولة لا بيجنعوا ولا بيحجبوا الناس عنهم طبيق الأخلاقات الإسلامية والتي معناها منها الرضا واليقين والتواضع والرحمة والمغفرة وجبل الخاطر والليل والحمد استغفار وإدخال السلوح على قلوب الفقراء والتفقد تفقد الفقراء والتسامح والإحسان وغيرها ده طبيق عملي لأخلاقيات سلوكهم أو سلوكيات أخلاقهم لما ثلاثة المجموعة دي وكوكبة دي منها الحق محمود العربي تعتبر الشركاء أهمين هم في سبع شركاء أولهم الخالق سبحانه وتعالى تانيهم الشركاء التجارين معهم من رجال الأعمال تالت العمان الرابع الفقراء المساكين الخامس المؤسسات في المجتمع السادس الإدارات الحكومية عندهم ست شركاء يعني هو شركاتهم وقفوا على ست شركاء نمر أربعة وضوح الرؤية وتحديد الهدف من أول ما تنزل من ساعة ما كان لسه عنده خمس سنوات كان عنده هدف إنه هو إيه أو رؤية إنه هو يكون تاجر الإمام بالتكنولوجيا حديثها وسائل التطوير أنا أذكر لك قصة حصلت من الحق محمود كنت نحن نحن نتعشى في بيت من بيوت أولادنا من أسبوعين تقريبا وكان شباب من جوجل كانوا قاعدين معنا وذكرت أنا قصة الحق محمود العربي فقال لي آه أنا بعد صحابي كانوا في معرض وقفين ودخل عليهم الحق محمود العربي رحمة الله عليه وكلمهم كده قال لهم يا شباب قالوا نعم حق كانوا إيش عرفوا يعني عرف نفسه بيهم قال لهم أنا عايز برنامج يسهل وصول المال والصداقات والخيرات للفقراء والأيتام والمساكين هو طبعا من ناحية التكنولوجيا ما عرفش نفذها ولا نعد لكن من ناحية الفكر أنه عايز سهل وصول الأموال والصداقات للمحتاجين يعني هذا هذا يعني ويؤمن بالتكنولوجيا وإنما يمكن يستطيع أن نستعملها نمرة ستة اتباع السياسة الباب المفتوح كلهم مع بعض رح مطلع عليهم مع الجميع نمرة سبعة الانفاق الخير على كافة ملاح الحياة سواء كانت تنموية أو خيرية أو أو إلى خير في المجتمعات الفقيرة نمرة تمانية توريس التجربة وتمكين الشباب مهمة جدا 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 لما تسعى لاستفادة والتعلم من معاناتهم الشخصية كل منهم عنده قصة يعني في قصة من القصة اللي بتخكى عن الركح حق الشيخ عبد العزيز يعني يا رب داني دوله الصحة إنه ما كانش عنده ريال أو ريالين عشان يطلع رحلة من الرحلات فالدهامله المدرس شعارف كان فلسطيني أو مصري إلى آخر ودي غيرت حياته يعني وهكذا وكذلك المعاناة اللي مر بيها الحج محمود العربي منذ طفولته في عيشه في الأسرة البسيطة ثم موت والده في سن مكر ثم عملته وهو عنده عشر سنين في قاهرة أيها الشباب أنا الكلام بس عن نموذج واحد من ثمان نماذج وهناك نماذج عديدة منه في كافة أرجاء المعمور خوال الأفذاز نساء ورجالا شيوخا وشبابا ممن تعلموا في أو من مدارس الحياة المختلفة ومن من لم يكن لهم نصيبة من العلم التقليدي بتاعنا احنا احنا نخلنا الجامعة وخدنا ماجستير وخدنا دكتوراه وخدنا 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 عملنا ايه كيف وصلوا إلى ما وصلوا عليه حج محمود ورفاقه السبعة لقد علمهم مين بقى كوكباتنا الرجال والنساء عاشوا داخل نهايات الدولة الإسلامية العظمى في أوائل القرن أوائل القرن العشرين وأوائل القرن التساعتاشر في ذلك الوقت فنسجوا لهم إيهبا أنسجة مجتمعية براقة بنوها على قواعد قيمية خلاقة أنبتوها في أراد إيمانية دفاقة لم يكن بين مجتمعاتها حدود ولا فوق سماوتها غيوم ولا بين شموسها سدود ولا تحت أقمارها حقود وكل أبناؤها كأود في العمل كان ده المناخ الثقافي اللي ولد في هؤلاء التمانية الأفزاز كانت حيواتهم المعاناة مع الصبر والتحمل مع الشكر والعمل مع الجد والردى مع اليقين والإسعاد مع الشكر والغنى مع الزهد والفضيلة مع البذل والتمأنينة مع الإثار والسكينة مع الوقار والعظيمة مع الإصرار أقولها تاني حياتهم كانت إيه التمانية الأفزاز دول وغيرهم المعاناة مع الصبر والتحمل مع الشكر والعمل مع الجد والردى مع اليقين والإسعاد مع الشكر والغنى مع الزهد والفضيلة مع البذل والتمأنينة مع الإثار والسكينة مع الوقار والعظيمة مع الإصرار أيها الشباب نظرنا للأسئلة وأجبتها لو وجدنا في الأول تحدي فكريز فلسفي قيمي تربوي أخلاقي فكل جيل مننا بيعتزب منهجية الفلسفات الفكرية التي نشأ بداخلها التي نشأ بداخلها فتملكته دون أن يدري حتى أصبح أبناء كل جيل يدافع عن فكر جيلي دفاعاً عقيدياً وباستماتاً فيتحتم علينا الآن أن نبدي بيننا أنواعاً مختلفة من الحوار لنستفيد من إبداعات المبدعين ونؤطن لمسارات ونظم مجتمعية جديدة الحوار بين الأجيال الحوار الجيلي داخل أبناء الجيل واحد الحوار بين أبناء الجيل واحد في المجتمعات والدول المختلفة دراسة المجتمعات والبلدان التي استفادت من مشاركة هم المبدعين شوفوا تأثير اللي هو الإمباكت تأثير عمل هؤلاء التمانية الأفزاز على المجتمعات التي استعدوها معرفة الأثار الإيجابية المباشرة على المواطنين اسمعوا قصصهم دونوها هاتوا المعلومات عنها جراء إنجاز أبعاد مؤسلاتهم المجتمعية داخل أوطانهم التي ناشئوا فيها أو مجتمعات الأوطان الأخرى التي استعدوا أبنها وضع أنتوا يا شباب وضع تضعوا معايير لتصنيف وهيكلت كل هذه المعلومات يعني بعد ما تجمع المعلومات دي كلها تضعوها وتهيكلوها وتعملوا منها وتصنفوها ثم تصدروا نسخة سنوية لكتاب نسخة سنوية لكتاب نسمي له المسؤولية المجتمعية اللي هي بالنسبة الإنجليزي The Book of Social Responsibility كتاب المسؤولية المجتمعية آه كتاب المسؤولية المجتمعية كتاب المسؤولية المجتمعية ننظموا كل سنة جائزة سنوية اشمعنا في حاجة اسمها جائزة نوبل للسلام خلاص اللي عملها اللي اكتشف الديناميت من تفجرات متأسف يعني اسم نوبل تنظيم جائزة سنوية منسميها جائزة التمكين المجتمعي لدى Social Empowerment Prize كل سنة انتوا اللي تعملوها نعني هم أولا الناس خلاص تقدموا وقبلوا بلاء حسنا انتوا عليكم أن تنتقلوا بهم من القناة التكنولوجيا إلى المراحل الأخرى لما تسعى تتحول هذه المسئولية أو هذه المسيرة لإيه بقى مسئوليتكم يا شباب انكم تتحولوا هذه المسيرة إلى موسوعة مجتمعية لبناء الأمن والسلم المجتمعي احنا اتكلمنا عن دراسة المجتمعات والبلدان اتكلمنا عن معرفة أثر إيجابي اتكلمنا عن وضع معايير لتصنيف وهيكارة المعلومات اللي من جبها واصدار نسخة سنوية لكتاب اسمه كتاب المسئولية المجتمعي وتنظيم جائزة سنوية اسمها جائزة التمكين المجتمعي وبعدين تتحول هذه المسيرة كلها اللي بدأها هؤلاء الأفزاز إلى ما بنسميه الموسوعة المجتمعية لبناء السلم والأمن المجتمعي هذه رسالتي عليكم على الشباب الواعي المؤمن برسالته الاجتماعية في الحياة لهذه الأسباب إيه بقى الأسباب دي؟ خلاص أنا وزي ما قلت لكم وزي ما الحج محمود دخل على بعض الشباب تعجوغل وقالهم هتولي بس من التكنولوجيا دي عشان توصل معلومات مؤمن بالتكنولوجيا ومساعة في شغالها زي حالاتنا مؤمن بالتكنولوجيا لكن ما بقدرش يستخدمها باستخدام جيد لكن أنتم ممكن تعملوا أكتر من هم ما عملوه بإيه بقى؟ سهولة الحصول عن معلومة مع توفرها في منصات كثيرة كان زمان العالم لما يحضر على معلومة يسافر ألف ميل وألفين ميل وتلاتيلاف ميل اتنين قدراتكم أو قدراتكم على العديدة في التعامل مع متغيرات التكنولوجيا احنا ما نقدرش خلاص أنا الجيل السبعيني هو كان الجيل التسعيني وهكذا سوف ترى داخل عصر قل لكم أنتم عصور أجيال عدة بمعنى لأن الثورات التكنولوجية في متولادتها العددية العديدة جعلت أعمار عصور الأجيال تتناقص من عشرين عاما أو أكثر أو أقل إلى خمسة أعوام أو أكثر أو أقل فنجد أنه بداخل الأسرة الواحدة يعيش أربعة أو خمسة أجيال كل منهم شاهدون على عصر تكنولوجيا يختلف عن الآخر فسوف تصبح سرعة التتابع والملاحقة أكبر بكبير وأكبر بكبير بكثير من السرعات التي عاشها أجيالنا أو الأجيال التي جاءت بعدنا لتسلم الراية لجلكم دول الحاجات اللي أنتو لابد أنت تستعملوها علشان تنتقلوا بهذه الحصيلة الكبرى إلى موسوعية العمل من الأربعة عليكم أيضا مسؤوليات أخرى إيه هي بقى؟ أول حاجة صناعة أو المشاركة في صناعة التكنولوجيا أول إيه التكنولوجيا تجدنا من منطقة واحدة؟ إحنا منقدرش نعمل تكنولوجيا؟ منقدرش نعمل جوجل تو؟ ونسميه حوحل؟ ولا عوعل؟ ولا بوبل؟ ولا أي حاجة؟ عليكم صناعة أو مشاركة في صناعة التكنولوجيا الحديثة بفق معاييركم الأخلاقية وقيامكم الربانية المجتمعية اللي ما استطع بعضكم صناعة التكنولوجيا فعليهم أن يتقنوا تقنيات استعمالاتها ويتوّروا من أسلوبها عليكم أن تجعلوا التكنولوجيا الحديثة خاصة وسأتواصلت معها المختلفة تشغلكم عند حقيق أهداف رسالتكم الستراتيجية في الحياة أن يكون لكم نشاط مجتمعي تتوعي لكي لا تنشغلوا عن أبنائهم وأن تتعلموا من معرفيات مسارتهم التي توقفوا عن التعلم وطلق العلم من أهل العلم والمعرفة الذين سبقوكم وقبلوا بلاءات حصنة في مجالات تخصصاتهم عندنا ناس خدوا جازة نوبل السلام عندنا علماء أفزاز في كل بلد في الدول العربية أو في الدول الأفريقية أو في الدول الأسيوية أو في أمريكا اللاتينية أو الناس الذين هجروا لأوروبا وأمريكا وكاندا أن تقود مرجعاتكم الأخلاقية التواضع تكون يعني مرجعاتكم الأخلاقية هي اللي حتقود إليه إيه بقى المرجعات الأخلاقية اللي هي التواضع والإيثار والبذل والعطاء والتمكين المجتمعي لأبناء المجتمعات الفقيرة المرتبطين برضى الله سبحانه وتعالى الذي خلقانا بما أرهم أن تقود مرجعيتنا الأخلاقية التواضع والإيثار والبذل والعطاء والتمكين المجتمعي لأبناء المجتمعات الفقيرة كل هذه الأشياء لابد إيه في مسؤولتكم فماذا لي يا شباب الطريق طويل العبء ثقيل الزاد قليل الحاجة كثيرة الرجالات عزيزة عزيزة جدا العطاءات شحيحة العقبات كأودة التحديات كبيرة والعدوات خطيرة ولكن 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 أبعاد حلولنا واضحة المعالم مرسومة الخطوات محددة الأتر مدفوعة بالعمل قاعدتها الإيمانيات سنماتها التيقنات محيطاتها المساواة والحرية والعدوات الاجتماعية مناخاتها الجد الجود والإحسان والمشاركة المجتمعية أشجارها الخير والإنصاف والمعاية الأخلاقية وقذوف ثمارها بداء ربانية كل هذه الأشياء أمامنا أبعاد حلولنا واضحة للمعالم مرسومة الخطوات محددة الأتر مدفوعة بالعمل قاعدتها الإيمانيات سنماتها التيقنات محيطاتها المساواة والحرية والعدوات الاجتماعية مناختها الجود والإحسان والمشاركة المجتمعية أشجارها الخير والإنصاف والمعاية الأخلاقية وقطوف ثمارها بدائع ربانية لن نيأس فنحن معكم وبكم إن علمنا عملنا صبرنا لحببنا تشاركنا وتوكلنا على الله وإن فعلنا هذا لاستطعنا أن ننجز ما لم يستطع الكثيرون من أبناء المجتمعات المتقدمة إنجازه فيعجم زرعكم الزراعة ليغيظمهم الكفار وعذى الله الذين يأمنوا وعملوا الصريحات منكم منهم مغفرة ومؤجرة عظيمة فإن أعزمتم فأنتوكع الله وأنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن قبلتموني أنا بشكركم كثيرا على حسن استماعكم وجزاكم الله خير وبنعتزر على طالت الكلام لكن الكلام عن الحق محمود العربي وزملائه وأقرانه من الأفزاد حرجع حط السؤال بتاعتهم مرة أخرى علشان لا تنسوهم تدعو لهم دائما إن شاء الله عشان تفتكروهم في دعاكم حق محمود العربي رحمة الله عليه زي ما قلت أب كده صحبت الشبه العربي الشيخ صالح عبن عز الرشحة رحمة الله عليه الشيخ عبدالله المطوع رحمة الله عليه الشيخ عبداللطيف الجميل رحمة الله عليه الحق هاي السعيد أنعم رحمة الله عليه الحق عبدالله عبدالغني رحمة الله عليه من الأحياء الشيخ جمعة جماجد رب الله يطول في عمره وأخيرهم وليس بأخيرهم الشيخ سليمان عبدالعز الرشحة بلد دير الصحة وقزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ونراكم يوم الجمعة إن شاء الله باللغة الإنجليزية وبالنسبة للرابط بتاع عرض الشرائح أنا أبعط لكم اللينك حيكون مع الحلقة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة